نبدو إياكم أخبارنا بتكريم مستحق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حكذا الله ورعاه منح البرلمان العربي سموه وسام القائد الذي يمثل أعلى وأرفع أوسمته التكريمية والتقديرية التي يقدمها لقادة الدول تقديرا واعتزازا بما يقدمه سموه من خدمات جليلة ومقدرة للكويت والأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي أيضا أحيط مجلس الوزراء علما بهذا التكريم خلال اجتماعه أمس عبر إحاطته بالرسالة الواردة من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تفاصيل أوفى في هذا التقرير قائد وأب وأمير للعز قائدنا كلما أشرقت شمس يكتب مجدا فوق مجد قد كتب لتبقى الكويت منارة للتسامح والإنسانية وعامل توازن وصوت حكمة في ظل الظروف التي يمر بها العالم برلمان العرب يكرم حكيم العرب بعد منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسام القائد وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي باسم الشعب العربي لقادة الدول العربية وذلك تقديرا وافتخارا واعتزازا لما يقدمه سموه حفظه الله ورعاه من خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي مجلس الوزراء أحيط علما في اجتماعه بالأمس بالرسالة الواردة من رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي والمتضمن منح سمو الأمير حفظه الله ورعاه وسام البرلمان العربي وسام القائد تقديرا لجهوده وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية في شتى بقاع الأرض وأيديه البيضاء ومبادراته السامية وسام يعبر عن مسيرة رائدة وحافلة مستمدة من عبق التاريخ في ظل قيادتنا الحكيمة التي قدمت الكثير من الإنجازات الرائدة في مسيرة التطور الديمغراطي والتنمية الشاملة والتي انعكست على تعزيز مكانة الكويت المتميزة وحضورها الفعال على كافة الأصعدة الدولية